موسيقى استطاع هذا الفهد الهرب من الحياة البرية وهذا ما دفع بعضا من الصيادين المحترفين الى محاولة صيد هذا الفهد حتى لا يشكل خطرا على السكان في هذه المدينة موسيقى في هذه المشاهد يمكنك ان تلاحظ كيف كان هذا الفهد يهجم على مجموعة من البشر في مشاهد مخيفة جدا كما ان هؤلاء الصيادون كانوا يستخدمون الشباك حتى يتمكنوا من السيطرة عليه كما هو واضح في هذا المقطع حيث يتم استخدام الالواح الخشبية التي تعمل على ابقاء هذه الشبكة على الارض حتى لا يخرج الفهد ويشكل خطورة على كل من يوجد في هذه المنطقة لكن في النهاية يتم ضرب هذه الحقنة التي تحتوي على مسكن حتى يتم من خلالها تخدير هذا الحيوان والتعامل معه بصورة سليمة ونقله الى الحياة البرية كما هو واضح امامك وذلك كي لا يتعرض اي شخص للوفاة من هجوم هذا الحيوان المفترس لا تنسى للشراك بالقناة والاعجاب بالمقطع ليصلك كل ما هو جديد الى اللقاء